بسم الله الرحمن الرحيم علمنا في المحاضرة السابقة أنه لا يجوز للشريك الموصي أن يكون مديرا لشركة التوصية البسيطة ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما جزاء مخالفة هذا الحظر في الحقيقة نصت المدة 38 من النظام الشركات التجارية السعودي بأنه إذا خلف هذا الحظر يكون الشريك الموصي مسؤولا بالتضامن في جميع أمواله عن الديون التي تترتب على ما أجراه من أعمال الإدارة وإذا كانت الأعمال التي قام بها الشريك الموصي من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن اعتبر الشريك الموصي مسؤولا بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة ويراعى أن هذه المسؤولية التضامنية تكون في نطاق العلاقة مع الغير دون أن تتعداها إلى علاقته مع الشركاء حيث يظل محتفظا بصفتيك شريك موسي وما يترتب على هذه الصفة من مسؤولية محدودة في حدود حصة رأس المال المقدمة منه فقط